السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبناء الطلاب وأهلا وسهلا بكم ونبدأ مستعينين بالله عز وجل والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله أبناء الطلاب وأهلا ومرحبا لطلاب وطالبات العلم والجد والاجتهاد في الصف السادس الابتدائي في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في قسم تلاوة القرآن الكريم وتجويده ودرسنا اليوم بإذن الله عز وجل حفظ صورة القلم من الآية الواحدة والعشرين إلى الآية الثالثة والثلاثين ودائما يا أبناء بارك الله فيكم في حصة القرآن ينبغي علينا أن نستحضر وأن نستشعر أننا نقرأ ونحفظ ونفهم كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الكلام وأعظم الكتب وهو القرآن الكريم وهو كلام الله سبحانه وتعالى وابتدأ نزول هذا الكتاب العظيم في ليلة مباركة وهذا القرآن يا أبنائي كله مبارك فنحرص يا أبنائي بارك الله فيكم على تلاوة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم وفهم معانيه والعمل به فنحرص بارك الله فيكم يا أبنائي وفي كل حصة نهتم ونذكر ونعتني بجملة من آداب تلاوة القرآن الكريم ومن آداب تلاوة القرآن الكريم أن يكون القارع على طهارة وعلى وضوء وتعلمون يا أبنائي أن الله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين فنحرص على أن نكون على وضوء وعلى طهارة وكذلك في حق المسلم من المستحب والسنة للمسلم أن يكون على طهارة وعلى وضوء طيلة اليوم والليلة وكذلك من آداب تلاوة القرآن الكريم القراءة في الأماكن الطاهرة والابتعاد عن الأماكن القذرة والنجسة كدورات المياه أكرمكم الله فنقرأ مثلا في البيت وكذلك في المدرسة وكذلك في المسجد وفي غيرها من الأماكن الطاهرة والبعيدة عن الضوضاء والإزعاج حتى ننتفع من هذه القراءة ونكون حاضري القلب وكذلك من آداب تلاوة القرآن الكريم الجلوس مستقبلا القبلة الجلوس مستقبلا القبلة وكذلك الجلسة الصحيحة والمناسبة والتي فيها الأدب مع القرآن الكريم وكذلك من آداب تلاوة القرآن الكريم السواك استعمال السواك وتطيب الفم فتكون رائحة الفم طيبة وزكية وكذلك استعمال السواك والنبي عليه الصلاة والسلام حث ورغب على استعمال السواك بل قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة فنحرص بارك الله فيكم يا أبنائي على تطبيق هذا الأدب وهذه السنة وكذلك من آداب تلاوة القرآن الكريم الاستعادة والبسملة أي قول أحسنتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونستحضر معنى الاستعادة والبسملة وكذلك القراءة بخشوع وترتيل هذا من آداب تلاوة القرآن الكريم فلا نقرأ القرآن ونحن على عجل والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن بتأني واستحضار لمعاني القرآن العظيم فنحرص يا أبنائي على أن نقرأ القرآن بخشوع وترتيل وتحسين للصوت من غير مشقة ولا كلفة نأتي الآن إلى جملة من فضائل القرآن الكريم ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه فنحرص يا أبنائي على كثرتك ماذا سماع القرآن احسنتم وقراءة القرآن وحفظ القرآن اقرأوا القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يشفع هذا القرآن لأصحابه وهنيئا لمن كان من أصحاب ومن أهل القرآن وكذلك من فضائل القرآن الكريم قوله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وهذا شرف ومزية وفضيلة لصاحب القرآن وللمتقن للقرآن الكريم وكذلك من فضائل القرآن الكريم قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه فنحرص على أن نتعلم القرآن وما نحن فيه الآن يا أبنائي الطلاب أبشركم أننا الآن نتعلم القرآن الكريم فبإذن الله عز وجل أن نكون من خير هذه الأمة الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ناتي الآن إلى الطريقة العملية للحفظ يا أبنائي فأولا نستمع للمقطع المراد حفظه من المعلم أو من القارئ المتقن فنستمع له وكذلك يا أبنائي نكرر عملية السماع خمس مرات وذلك من أجل أن نحفظ هذا المقطع أو الآيات التي سوف نحفظها فنحفظها على قراءة صحيحة وسليمة لا يكون فيها أخطاء فمن أجل ذلك يا أبنائي نكرر عملية السماع حتى ننطق الكلمات والآيات نطقا صحيحا وسليما وبعد ذلك نحفظ كل آية لوحدها كل آية لوحدها ونكرر الآية حتى نتقنها ثم ننتقل إلى الآية الثانية ونقوم بتكرارها كذلكم حتى نتقنها ثم نقوم بربط الآية الثانية مع الأولى ثم ننتقل إلى الآية الثالثة ونكررها حتى نتقن حفظها ثم نقوم بالربط بين الآية الثالثة مع الثانية مع الأولى ونكرر ونكرر يا أبنائي نحرص على التكرار حتى نقوم ونصل إلى مرحلة الإتقان ثم هكذا نستمر حتى نحفظ الآيات والمقطع المراد حفظه ثم بعد ذلك يا أبنائي نعيد المقطع كامل حتى نحفظه حفظا سليما وصحيحا ثم بعد ذلك بارك الله فيكم نقوم بعرض الآيات والمقطع على المعلم بيتقان وسيصحح لنا المعلم الأخطاء التي سنقع فيها ولكن بإذن الله عز وجل أن نقوم بعرض المقطع على المعلم دون أخطاء وذلك بإذن الله بكثرة السماع وكثرة التكرار حتى نصل إلى الإتقان بارك الله فيكم يا أبنائي وجعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته نأتي الآن إلى صورة القلم من الآية الواحدة والعشرين الواحد والعشرين نقوم الآن يا أبنائي بالمتابعة والتركيز الجيد ونستمع للقارئ ولهذه القراءة المتقنة والمباركة فأرجو يا أبنائي أن الجميع قد قام بفتح المصحف على صورة القلم من الآية الواحدة والعشرين مستعدون يا أبنائي مستعدون أحسنتم بارك الله فيكم يا أبنائي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخل النهى اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون طيب يا أبناء الطلاب بعد أن استمعنا إلى هذه القراءة سوف نستمع لها مرة أخرى أرجو منكم يا أبنائي المتابعة والتركيز الجيد واستعدون لسماع هذا المقطع للمرة الثانية واستعدون يا أبنائي بارك الله فيكم كما في البداية الدرس يا أبنائي ذكرنا ونحرص على ذلك يا أبنائي على السماع وكثرة السماع الجيد من المعلم أو من القارئ المتقن حتى نحفظ الآيات حفظا سليما وصحيحا وخاليا من الأخطاء مستعدون يا أبنائي التركيز والمتابعة بشكل جيد هيا بنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخل النهى اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ لو كانوا يَعْلَمُونَ الآن نأتي يا أبنائي بارك الله فيكم بعد أن استمعنا إلى هذا المقطع مرتين نأتي الآن إلى بعض الكلمات التي قد يقع فيها الخطأ من بعض الطلاب من ذلك في قوله تعالى على حرثكم على حرثكم كيف تنطق هذه الكلمة؟ أحسنتم على حرثكم إن كنتم صارمين 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 فانطلقوا وهم يتخافتون فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين وغدوا على حرد قادرين حرد قادرين وكذلكم في قوله تعالى أوسطهم أوسطهم وكذلكم يا أبناء الطلاب فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون وكذلكم يا أبناء بارك الله فيكم إنا كنا طاغين قالوا يا ويلنا يا ويلنا إنا كنا طاغين طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون الآن نأتي يا أبناء الطلاب بارك الله فيكم بعد أن نبهنا على بعض الكلمات نأتي الآن إلى الأحكام التجويدية إن كنتم ما الحكم هنا؟ أحسنتم يا أبناء الطلاب إخفاء نون ساكنة أتى بعد حرف الكاف والكاف من حروف الإخفاء ألا ما الحكم؟ أحسنتم يا أبنائي إدغام بغير غنة نون ساكنة أتى بعد حرف اللام واللام من حروف الإدغام بغير غنة حرد قادرين ما الحكم؟ أحسنتم إدغام ماذا إدغام؟ هل هو إدغام يا أبنائي؟ هيا يا أبناء الطلاب أحسنتم إخفاء لماذا؟ تنوين كسر أتى بعد حرف القاف والقاف ليس من حروف الإدغام بل الإخفاء فتنبهوا يا أبنائي في كلمة فلما فلما أحسنتم من مشدد بمقدار حركتين في قولي تعالى قالوا إِنَّا أحسنتم نون النون هنا نون ماذا؟ مشدد وكذلك في حكم آخر وهو أنه مد منفصل قالوا إِنَّا قالوا إِنَّا وكذلك يا أبنائي إِنَّا نون مشدد كما ذكرنا في الكلمة السابقة وفي الختام يا أبنائي بارك الله فيكم هذا هو رابط الدرس بقناة عين بإمكانكم الرجوع عليه والاستفادة من المصادر والإثراءات المتوفرة على هذه المنصة التعليمية المتميزة والمتكاملة إلى الملتقى بإذن الله عز وجل في الحصة القادمة في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته